إخواتي أخواتي مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم وشكرا كالعادة للقدماء والجدود الذين التحقوا بنا إذن موضوع الساعة كالعادة اللي هو نتروح على الساعة الإقليمية والدولية وهو طوفان الأقصى طوفان الأقصى كي سيفوت سيبيك 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 إذن قلبوا عليها ألقوها وإحنا عارفينهم وشحال هذه اللي يقلبوا عليها وهذه القوة إذن الموضوع منتع اليوم سيكون تحت عنوان معساة الملك محمد السادس ونهاية بداية نهاية السلالة العلوية وهي نهاية أدرامية وأول مرة في الطاريخ ستكون نهاية أدرامية منتع واحد السلالة لأن جميع السلالات تنهاروا من الداخل وكيكون قوة داخلية تكون انقلب أو شي حاجة وكي تمشي ولقع الحضرات كي يكونوا بسيو وكي يسقطو ولكن هذه السلالة هذه غلطة وغلطين بينا لماذا في هذا الدرس وغلطينه 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 كوريلا سوحة نهاية كينة وغلطينه 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 موجودة بين طوفان الأقصى وعهد الإنقلابات والسلالة العلوية التي الكتاب ديرها كتب وعمر وغلطينه يتصد ويتطوى ويمشي إلى مزبلة التاريخ إلى مزبلة التاريخ والتاريخ يعني يعني ويمشي علينا على طول ويمشي يعبي العجين إذن هاد طوفان دير الأقصى لماذا طوفان الأقصى الآن وهنا علاش إذن الموضوع كتبه بطريقة وحدة أخرى ولكن نظهر لأن تراكم متاع الأحداث والسرعة دير الأحداث غادي جنبي وغامشي مع هاد الواقع المعاش وذلك يهمني وانا ابن الطاريخ والعلوم السياسية وانا عندي مآرب وأي حاجة في العالم أنا كان رحضها ونستمد منها القوة ديالي ونعتمد على الدروس التي يقدمهم لي التاريخ نحن لم نصرد تاريخ وتعلموا تستعملوا التاريخ تاريخ سياسي هذه المسائل نعيشها ونتعايش معها ونزاملوا معها ونزاملوا معها وانتو ما سلو تزاملوا مع محمد السادس والنظام العلوي الذي انتهى أجله وسقطت ورقته من أعلى عليين إذن لماذا هذا الطفل الطفل الأقصى الآن وهنا لسبب بسيط بسيط الشعس بسيطة هي التي تصنع التاريخ وهو الحكام الحكام بلو إسرائيل بلو إسرائيل مع مروم ما يوصلوا العقدة الثالثة وهذه العقدة هي تضرب العنق وكتقتلهم وكتقتلهم وإنسان تدليه واحد العقدة واحد الحبل واحد الكوردة الخيط على الجيد وكتزير عليه لا يموت دقة واحدة يحتضر يحتضرون ويموتون شوية بشوية ومن يموتون بحق هذا النس قاعد في الفلك ما يموتون وانتحده سيقبطك ويتموت انتوياه وماذا سيتموت قبل منه ولا سيتموت قبل منك هذا الشيء الذي سيعلمنا التاريخ والأحداث السياسية القادمة قادمة سنرى إذن غربتوا هذا التاريخ المعاصر الذي نعيشوه مع التاريخ المعاصر المغرب الذي نرى الأخطاع محمد السادس في ربوع قرن زائد الأخطاع الذي دارها ببه الذي دارها جدو وزائد الأخطاع الذي دارها عمهم اسماعيل كلها تم ورمت تم حد شيء حيث التاريخ لا يمكن تكتب شيء في الأوراق التاريخ يمكن تكتب في الذاكرة الجماعية بتاع الرجال والعيالات ما شيف بتاع أبنا هذوك اللي كان قلو وهذوك الزا إذن تكتب في التاريخ في الأدمغة في الدماغ في الذاكرة الجماعية وكيبقى منقوش ما كتمحيه لا تاريخ لا تاريخانية لا رمال لا بحرية لا شرقية لا غربية تيبقى والاخطاع اللي كيدرها المجتمعات والسعوب والحكومات والدول وكل شيء كتبقى وتيبقى واحد تسمى التارا التارا كوم حيث لا تشيء خزانة تضيف فيها الأخطاع وتقادها هذا ألفون هذا باون هذا يأون لا كتراكم الأخطاع وليه أخطاع لكتراكم يأتي واحد منهار يوقع واحد الانفجار يوقع واحد الانفجار ومن يوقع هذا الانفجار لا يقدر بلده يغير المصار دياله كيبقى المصار دياله ماشي بالداب حال شخص في السيارة ومن يوقع الضغط ومن يحطر منها قوانين لا على اليميد لا على اليسر لا على طرط لا على طريق السيارة لا على رمان ونمتع الشيء هذي خرجة من الدخول على براء لا غير سأعفش وتيقول أنا سأعفش والسيارة رهب لندي وتابع إنه العسكر والبوليس الحمير وتابع الحموش ومن يحطر ومن يحطر ومن يحطر ومن يحطر في الفراني ويرح في الداحية ويرح مع الشخول هذو اللي راكبين معا أنا لم يحطر إما إذا لماذا هذا الطفل الآن هنا في الأمثل القريب في الأمم المتحدة غيرت لقوا الرؤساء من الدول وليس هذر وليس حمد السليس وسيفتغل الحموش واسمته وإسرائيل سوف يمشي الزعيم والصدر الأعدم ووزير الخارجي هو ناتنياهو وأن ياتنياهو بحل جميع الإسرائيليين المتصهيدين الذين يعتمدون على الغير كل من يعتمدوا على الغير سيدلوا ويقلوا ويمحن من الخارطة سوف يمشي ويضرب واحد الكبرياء والأنفة والعزة واحد من أخواء ويبيض خارطة واحد الصورة وهذه الصورة في الخارطة والخارطة متع المنطقة الشرقية والمس الشرقية وفيها إسرائيل وذلك الدول اللي هو يدير معهو التعامل ويدير معهو واحد القنطارة ويدير معهو واحد القناة متع متع ماشر المعرفها قناة سويس ويشوف المستقبل ومكيش إسرائيل مكيش فرستان كيحيش الشعب بيروماتيه إنسان كيضرب فلوق دعا بجموعة متع مكيش تديرها لا يجوز ولا يقبله وإحنا في العالم متع السياسة ومع شعب عنده طاريخ الانسان الياهودي الفيلسوف ومفكر ومفكر الرياضي دائماً تختاع وما أمرك لشي مفكر يهودي في طاريخ الإنسانية كذلك شعنو قاعد ندرها قبطون لي قبطون أنشتين ولا برشتاين ولا بر كذلك شعن ندرها واللي مدرها ما تبقاش هاد قصيرورة غديبين في المتحدة سميتو في الأمم المتحدة وكي مخرتها أنا يا رقنا وهبانو ولاد غزة غير ولاد غزة كانو كيترينو من قبل ورقوم شتوهم كيفاش غادي هبتو شتوهم عالش خرجو لأن القوة متعه قاعد والكثرة متع الظلم متع الجور كان نهضر هنا مع الجمهوريين والملاكيين واللي حكمين فيكم الجوج اللي هم العلويين الكثرة متع الظلم متعه 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 ومتع الظلم ومتع الاستبداد سوف يخرج لكم ورجمكم وسوف تحملكم في عقر داركم وهذا ما رأينا وهذا ما نراحده في نهاية أرمان العظمى التي تعطيه الغني والنفيذ الصناعة والأبناء ديالها البني إسرائيل في نهاية الولايات المتحدة الأمريكية العظمى في نهاية الصناعة بتاع داسو والفرنسيين باليهود الزائريين والمغربيين والبلونيين والتوكيز لذاكيين والخلستانيين فين هم العالم؟ فين هم الحكوم العرب جرب اللي طبعوا معهم بحل محمد السادس بخرجة فين هم؟ فين هم المخابرات متع أمريكا العظمى التي تشاهد كل شيء فين هم المخابرات متع فرنسا والحموشي ووزارة الخارجية والداخلية والخارجية متع مجيدي كشوفوا كل شيء بحيث فين هم المخابرات متع أمريكا العربة في هلطن؟ في هلطن؟ في هلطن؟ في هلطن؟ في هلطن؟ أمام بحيث فيه كل شيء اه تضربوا الطيارات ليس الطيارات هذا اسم هكذا كيف تضربوا الطيارات الندر اه مطر المطر تضربوا سوف يبقوا من مياه اهه هذا كلهم منفعوش اسرائيل و هل تفهمتوش كا نقول لكم هنا في الوقت عندما توصي تجي المصيبة لواحد القوم فالوقت اللي كان غايت تحت فرعون ما كان لا هامان ولا هامون و ما كانوشي الصحراء لكونوشي اذا ما تم نقصان هفتو الدراري برا وبحرا وجوا علش مكاس المعلوم عنده اه الموساد لا قيستابو لا سوفك كلهم تخلعو بهم بالشعوب العربية ها ما خرجوا اهلس ما خرجوا حيث ما كانوشيكي تصنطل فيسبوكات متاع المغربة و متاع السيسي و الدماريكا اليهودية العبدية اهبطو عليهم اكثر من اعرف الشباب تمانيه كانوشيح ان احاول ان تدخل في العقل ديالهم الف ديال الشباب هاتحسين انت تعلموا منهم شي حاجة سمعتها الفحصي قد يقولين ان انت تدخل في الحيط انت 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 تدخل في الحيط انت ابسيت هاو مدروه أشهد المثقافي أشهد هم تسكيو وتزدي و هم تحمل هذا الناد غزا ما هي البشر الأسرة المترمواربعة؟ الأشهد كبير من غزا ماذا يقولينه؟ ما يبقونه؟ والعندما انت غير و يمكنهم أن تتعلمون و يمكنهم أن يعطونه يقنون مفرر و الأشخاص الذين يتعلمون أنهم في الهاتف فلنرى من المنطقة والذين يزيدون في البحرين واليمون ونرى منهم ونرى من المنطقة والسحارة والجبال والريمال كيف هذا؟ فالطانجو وهذا الشطيح في الرباح ومساقت ليش إسرائيل اللي داخل عندهم في القائر الدار ديلهم وقبطهم وجميع العالم برمتي المخابرة ديله خدمين مع بني إسرائيل وعمددناكم بمانين وبانينة وجعلناكم أكثر أنا في راب عندكم الحلفاء بارتو يبغي ها هو قد القنعون السيف أصدق أنبعا من الكتب السيف أصدق نبعا من الكتب يجزون المصاحف يجزون الصفائحة إلى صدق الصحائف يجزون القرطس يجزون الأم والأنبياء والعاليه يجزون بالجلب يجزون الأمر للرجال وليس الله إذن يذهبون إلى تريناو وعندما تعتقدون سوف تذهبون إلى أكثر من ألف واحد وتخرجون ومشي تريناو يجزون زرفات زرفات جماعة 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 إذن تكرار ويجعل المخابرات يقبطون بنادم كيف يجعلون لها؟ كيف يجعلون لها؟ كيف يجعلون العقل المدبار؟ هذا يهمني؟ والعقل الفعال الذي ستقوم بالأرض الواقعة؟ إسرائيل كان يعرفوا هذه الأولى العظمى تكنولوجياً تكنولوجياً لا يجعلون العدم السلاح لا يجعلون منك قوي الإنتليجيز أصبح حمار بالحمر الدكاء والعقلنا والموضوعية وتعرف القيمة العدو وكيف يجعلون أنه كبير لأنه كبير لأنه صغير كم فئة قليلة؟ غربات فئة كثيرة؟ لماذا؟ لأنه درساتها وعرفاتها والقوة الداربة وكيف يجعلونها؟ وكيف يجعلونها؟ وكيف يجعلونها؟ وكيف يجعلونها؟ أصبح نتيجة الفلسطانية والمرأة بسرع العاهرة والحركة النسوية لماذا؟ لا مرأت الحركة النسوية لماذا؟ بسرع القحب يحرقون تراميديهم ستطلعون لكم المدونة للمرأة والأسرة وكيف يجعلون الأعيرة القحب هم أطراعي لحسن الثاني لمنه الخرج ويتطلعون المدونة ويقولون سوف أدفر الفقهاء والعلماء هم اللي غير تغطير على محمد السادس بوطر مابو خرجة وغير يقول لهم لا أحللوا ما حرم الله ما حرمه هذين عندهم مش حركة نسوية هذين عندهم حركة رجالية هذين ما كيغيروش مدوانة الحوال ولا مدوانة ولا شي حاجة هذين كيحروا العوطان ديالهم والبناد ديالهم ربهم كيش دين مدوانة والناس ما شبعانين شو ما وكنينش يا محمد السادسات ايه الرجل اللي غير يبرأ ما حاضرهم بقاشكي قية ما ضرب تيني البرأ عيبيzers بخورزة روا اللي يضرب اللي يضربandelي ألا ما غيريحويش الناس كيحويوا جدني بالكلواي ديالهم والكلواي دياله Lathe وعني كيشでした معيشي صحيح بالعيوودة الكاري اللي يضربليبا ويشرب الملك ممسخ ويستفع المسخ والبناد المسخ والقزبور مع الناس ممسخ وما عندهم الكلاوي دياله تسدو كيف ينطلون الولاد؟ انت قدرونك النقص انت درسية أكثر من الشينواء انت قتلون ربعين مليون تحيين انت لا تقدر تقتل انت قدر تحيين انت درسية مجردونه وانت درسية قدروا التامان وهذا هو وعداً منها حق اذا من ايها تعددهم انت ترسية انت قدروا هم؟ كيف هاشه؟ عارفين اين وقت في الفضاء في الاجواء اذا وصلتين الى هنا يقبتوك في الرادارات يتزوجون وصلتين الى هنا كيف تدخلون في الاراضي ديالهم؟ كيف تدخلوهم من البحر؟ هذه مجموعة باشارية من الدرسية هنا خرجنا من منظومة التي تصدعونا بها من الارهاب هذا ليس الارهاب ليس الارهاب هذا هذا مسألة حتمت الارقام القياسية وفي اكتوبر سبعه 2023 بدأت عهد جديد والخبراء والمدارس والمعاهد ديال الحرب ستعيد من النظر في الأوراق ديالها وستقولي هذه النظرية ستدرس وتحلل ويعرفوا ويأخذوا منها كيف لا تقع وكيف لا تستعمل في الخروف إذا الحرب الكلاسيكية التقليدية مثل عسكر الجنرالات وهو الدراري دروا لهم شيك شيك مات يقولوا ضربوا المدنيين وبقفوا المدنيين بحرقوا عاهرة المغربة الرمضاني المنكوح هدو ما عارفيش وما فاهميش وما عمرش ابن عاهرة له فيه فكر ويأعرف هذا هو عالم الحرب ومتع الرجال وما يدخلون لي غير الرجال وكيف يطرفيه الرجال ليس يوتوبر من الزولبة المجتمع الإسرائيلي ليس مجتمع مدني ومجتمع عسكري بالدرجة الأولى الحسن الثاني ليس رجل ومعمره كان رجل والنتيجة لم يخلص بدرسة عسكرية يضرب النهر ممو سلام عها ومشي رجل عسكري ومشي أبو أسرة ما خللنا شي شي واحد يحكم البلاد وندروا شي حرب في سبيله غادي يحيد الخدمة العسكرية أشغي يحيد الخدمة العسكرية أغرف في الزل ما حيدوا ها شي ومشي أشترخينا الملوك العلويين وهذا ليس من الأسباب والأسباب عدة التي ستعدي بها سنتحن الرب بيد لربكم عاجلا ومشي لذلك كذلك ومشي لديهم أن نقول أنا بمعنى أنا لا أقل يسروا وليامين أنتم مغير القحب أبناء أعاهرة ولا أحترموا منكم أحدهم أريد أن أخبركم من الأخر لدينا الناس هادو اللي يبطو ومشتو كيف شابتو المدرسة الحربية والنظريات الحربية للمدرسة الروسية ولا المدرسة الأمريكية ولا لك شيني قرناف عندك شينوي ومشتو كيف شكا اللي كتبو الخوتو وخوتاتو اللي يكتب أول كتاب في العلم الحربية ولا النظريات اللي بقى دائما نظريه وغى تبقى وطروحة متاع بخلدون متاع تازو ومتاع تازو والعنتاز هذي بقى ولكن عالم جديد ونظريه اللي هي تحقيق غير واحد شابتر ولا واحد فقراء تخدات من الكتاب متاع إبن الخلدون اللي متاع ميكيافيل متاع البرنس كمون كونكي غيري كمون اي كمون حتى هي الجوجات دبا عهد جديد عالم جديد فلسفة دير التاريخ دير الحروب والطريقة دير الحروب وقادية ما فيها شي سلاح السلاح مزيان كي يدير الفرق ولكن الدكاء وقوة الشاكيمة ورجال أكفاء كي يلعب دور مهم هنا سيرركزوا على الإيمان والعقيدة الإيمان والعقيدة منك تشوفوا face to face الشباب تدخلوا فقر الدار والحسن والتكنة بتاع الإسرائيلي الإسرائيلي والإسرائيليات كنت ترعدوا ورقم شتو تطلع علينا بجموعة بتاع الكابيتانات بجموعة من الإسرائيل تتكلموا اللغة العربية وحفظوا القرآن والأهديت ويقلبون لكم الأمر بجموعة وحفظوا عدد البنات عسكريات في الجيوش وفي الجنود من إسرائيل وكذلك ويشتحوا 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 لعبوا معكم خطار يجعلون لكم أمه بجموعة الحرب قبل أن تكون هذه الحرب حرب السيكولوجية بدأت من التيارات ومن المدارس اليهودية يكون فليس أو شاركو أو مدرسة فيينا البرجوازية فيينا سيغما أو داقما أو سيغما ومدرسة أمريكية روجي في 1952 ومدرسة اليهودية من المدرسة التي كانت كيفية أو لديك ويمتها إذن كيف هذا الفكر الصيوني وهذه المدارس اليهودية انتهت ليس لهم وكشفناها على الأرض بدون يترعدوا، بدون يخافوا، بدون يبكيوا، ما بغوش يموتوا، ما بغناش نموتوا، ما بغناش نموتوا في هذه الأرض هذه، بغن نرجعوا للأرض هناك يتفوق، مش يغرفوا على ميدان دير الأرض في الحرب، هذه رأى موشي حرب هذه، هذه رأى حروب في حرب واحدة أحبك أن نقولوا حب، وراء جمع، حب العمي، حب الوطني، حب المالي، حب الخرزتي، حب المرأتي، حب الطفل، حب العسني، حب الشهرتي الحب رأى كثير، والحرب رأى حروب بوست حرب واحدة، ما يمكنش تربح حرب إلى مكان شاي تحربها تكنيكيا وتكنولوجيا وستراتيجيا هناك يوجد الحروب التي لم يقردونها في مدارس لكم، تكنيكيا وستراتيجيا وستراتيجيا لا تجدوا طائرات حتى تلك يومين، لا تجدوا البشر حتى تلك الساعات، نفس الشكل ضربوا الجيبال، ضربوا حرب على محمد السادس، وعلى أولاد الشلاح، حتى لا يتشدوا الدوش أو لا يتشدوا لا يوجد محمد السادس مستوري، السهايين يوقع عليهم نفس الشكل، كانوا في الشيشان أو في مدارسين، بحال بحال ما هذا ما سيوقع هنا؟ الحرب النفسية، ربحوها عندما تربح حرب نفسية، تكونتها قوي والإيمان ديلك قوي بالقادية ديلك والإيمان ديلك قوي بالحب ديلك، بالشعب ديلك، وبالقادية ديلك، هلها قادية نجحة معاهدة دي الأوسلو، الأمم المتحدة، أمريكا العظمى، الروسيا العظمى، محمد السادس الخايد، أنت، كتآمن؟ أنني كتآمن بالقادية ديلك، تزعى للقادية، وتزعى للمحامة، وتزعى للرأي العام والصحافة الدولية، أنني كتآمن بالقادية ديلك، كتعرف لك، وتزعى للمحامة البندقية ديلك، ونعشدك على أكتفك، ولا تريد أن تغسل زيتون، لكي تدير السرم، ولكن تدير الحرب أولاً، وسيدير السرم، وهذا داروا الحرب، وهذا الحرب اللي داروا، هم يلعبوها بالطريقة ديالهم، هم اللي اختاروا اليوم والزمان والمكان، كانوا يكونهمين من الحرب، كنوا يكون فيهم الزمن، ونفهم مكان، وطريقة ديال الحرب، كانوا يكونون محجوا أو تلاتا، إذاً، هم غير يقلوا، هم غير يدولوا الحرب، تقرى بر ومحران وجوااً، كي يبينوا العالم، نحن ماشي صلاقة، نحن ماشي ماذاو مرحيم، نحن ماشي إرام، نحن نطخن دولة عظمى، ونضربون معها قاع نظريات، دولة عظمى، ونضربوا قاع الحمير بالحمير، والشعوب والمثقفين والنقب الذين طبعوا مع بني إسرائيل عندما تتعب في الرئيس وقد تضرب شيء واحد يتحكوا الجمهور كله يهبطوا عندما تضرب شيء واحد قدامك الجمهور كله طحي محمد علي في إفريقيا استقطاق ضرب أكبر بولشور عارفوا الطاريخ يضرب حتى تنزف قاعد القوى تنزف قاعدين هكذا تنزف قاعدين اليمين والجمهور في المريكي ينصف قاعدين مما تنزف قاعدين يضرب أحد في إفريقيا في البوكس جورج واشنطن أو جورج ماذا؟ فورمان ضربوا تخرج الرجل ضرب إليهم تعلموا له كما وطع واحد خرج من الطاريخ واحد تخليه بقافة النتجة نحن نعطيه كمثال هدو ضربوهم ذلك الأنفة والكبرع والعزة والحكومة على العرب الخوانة من المغرب حتلق المهانة على الدنيا وتحية الريضالية الشباب العربي الإسلامي والمسيحيين اليهود الذين خرجوا بجرعة وشجاعة في السوارع نيويورك مع السهاينا والشباب الذين خرجوا في واشنطن دي سي جورج واشنطن والذين خرجوا في واشنطن وهذه الزلة فتات لدينا على معادلة واحد لكواتيوماتيماسيك زينيزم إكوال غزينوفوبيا العنصر السهيونية تسوي العنصرية والغرف العام كانوا فيها بنات وولاد اللي هما يا ناشي مسلمين واللي كان فيها كان فيها بزاف ديال البنات المسلمات المتحجيبات في القرب اللي في العاصمة وقالوا الطج الجوج يروا عسعه الرئيس الحالي دياله بايدن والرئيس اللي قبل منه ترامب اللي قالوا واختشهم يساعدوا ويعاونوا إسرائيل تقولك بلعنا هاد الرؤاسة أبجوج والرؤاسة متع الدول الغربية اللي مغير عقزم وساعدهم أوشكت على النهاية تقولوا بلعنا الشعب لأكرني له الحق في الدفاع عن نفسه أها ولكن لا يجوزوا ولا يقبلوا إطلاقا بشو الشعب الفلسطيني يكون عنده الحق لكي يدفع على الرسم شو هذه المعادلة هذه متع الحكم الزوامل إسي كومسا وتحية نيداليا الإخوان والأخوات إنها في العاصمة الربط والعاصمة والعاصمة والمعاصمة الربط ليس أدوى مدينة العنوار سوف يحرم وغللطنا محمد السادس قال لم يتحوية وحرّي أن يغلطنا في طريقنا هذه الربط سوف تردد فيها الوزن المرة ليس الزوامل اه سوف تكتعلهم سوف يقومون سوف يطيحوا ويطيحوا معهم تنتين خرجوا وحرقوا ماذا هم؟ وحرقوا العلم ديلا القيام رغم أنهم اعلامون علم يقين أن الحموشي والقلوشي وقاعدوا كصاهينا القلب ديلا هم على القلب ديلا الصاهينا الدربة القادية اللي ضربوها الدربة متع أبطال في حرب واحدة دخلوه ما خرجوش وساعات طوال ليالي طوال تلعبونهم في صنطر ديلا هم قدامني بواديرهم وطيوم ماركيو البيوت ورجعوه مكرر مفرر وفرقوا الكواري وماركيو والجبهوركي تهز ايه واشي واحدين تيبكيو اهه؟ قاعدوا كالناداريات اللي كانوا دولة عظمى دولة المخابراتية دولة عندها اسلحة دولة عندها النكرير في صحراء ناقام ولا في صحراء قاعد نداريات طحوا ضربوا اليوم الهيبة قاعدوا دولة اللي كانوا عمي زينوفيو فولا كامينية فولا متاع روشيا عرب السياسة الخارجية ولي عنده تجربة كبيرة ردوا العظمى كيديروا الناس اللي عندهم هبة وكيعرفوا في السياسة والخيط ديلا أشغل ما وقفوا الهبة اشتوها وما اشتوها شيء تحرك شو واحد من حكمتها عسمتو متاع بان إسرائيل حت ضربوا اليوم الهيبة وكرمة ضربوا اليوم العزة ديالهم والأنف والكبرياء ديالهم اشتنا خسرات غداء غزاء كده دخلت التاريخ ودخلت حاجة دخلت التاريخ وشفناها ممكنش تخرج من التاريخ هرا سافي قوضي العمر الذي كنتم فيه تستفتون كما كنكم إسرائيل هاي تضربات في عقل الدارية ممكن تضرب الكرامة متاع رجالات الدولة والمواقف متاعهم متاع تضرب زيرو ممكنش ترجع هرا خاص واحد سبعاد لعجيال وتبينها على عرض الواقع وعرض الواقع من جيل نجيل ونفع القلام تسطسط قدرمشوا وحدك يتحرمين كسبة لنود جيبوا من موادكم ترميديا لهم يشموها بشينودوا سابسا عن الفيلم هبطول تحت الارض الأنفاق اللي بونكر شحان خسروا متاع الملايير مش يدوروا الصور وكتضرب به المثال خسروا خلقوا نقوم بشيندوا الصور خلقوا نقوم بشيندوا في العمارات ترمب خلقوا نقوم بشيندوا الصور بيننا و بيننا المكسيك حتى إسترعلك في طرف الصور هوا الماركيتنج ديهم سالة في لحظة هنا يهدئ من الزمن فقنا نعيشنا هذه الساعة بقى ما نعيشتنا ما كنا نعيشتنا أنا كم قابلين حتى بلير كين الشوكوت والهود ولكن كيندوك السؤوت تكون غير الملائكة والجن وكينستبدلنهم القوة ديالي ضربوهم فقنا على ملخاء رفع ذربو عليهم إذا جاء النظريات والمدارس الفلسفية والمدرسة العبرية في مديرها سالة الفلسفية لا بيع ولا شراء و قلنا ندخلوهم الغزة لماذا؟ حيث كان غير يضربو غزة ما غير يضربو غزة غير يضربو عركم والتراكمات والخرب ما غير يضربو إسرائيليين ما غير يضربو ما غير يضربوه؟ حيث غير يضربو غير يضربو غير يضربو الخروب حيث كان الملك محمد السادس والحسن ثانيك يعطوهم المعلومات و حقهم العرب أخرين ما غير يضربو ما غير يضربو إذا هم الفلسطينيين هم الذين اختاروا الزمان و كانت لديهم تكنيك و كانت استراتيجية تكنيك كيف تكن في فترة الزمانية استراتيجية تكنيكا لأن الحرب المثالاتين في هذه الحرب من الأطب إلى الأطب السماء الأرض والبحر من المفرين بأنه مزغل من المفرن هم و سوف يتبعوهم هم و سوف يدخلو سوف يضربونه من السماء لكنه كيف يضربو من السماء لم تقتلو هذه الجنود فلس والمدنيين من جائها والدريل من جائها والعينة من جائها ماذا سنفع من ذلك؟ أردته حوف و الفخ وهان سيلة يوقع عليهم حيث ضربوهم بلاكاوت من قصر تقش وعد انت مكتعقش به وكيد رأى ما بقاش كي يشوف كي يشوف غرضه وبقاش زي الدين علاش باش يحبسوا الحرب ويقولوا حبسوا تعالوا نتفاوضوا واش بغيتو أعطيونا الناس اللي اديتو رأديتوا عجرامات وديتو وديتو سير EVERYTHAN وuckشتوره يا لا لم تقرسوا اتفاوضو س في عشرين 17 القرية ديالكم إذن هذي وهي هذي الشباب هذو بيلونا بأن فئة قليلة ومقرية شيء ومعندس سلاح متطور يمكن لها تهزم أكبر جيوش مترين يمزيان ومعها دول عظمة هذي هذي المعادلة اللي الدالتلي هي موشي معادلة فئة قليلة ربحات فئة كثيرة دائما هنا يمكن الإيمان الناس عندهم إيمان الناس عندهم قضية يعملوا بها والناس يرجعوا يعتمدوا على شيء حاجة مكتوبة عندهم في الكتاب ديالهم الأقصى ممكنوا ينسوا الأقصى أشغلوا عن درويسهم وفي كان الرمضان ينسوا يهضر والميريكان والروس حتى هي في كانوا هذي كلهم ما كانوا يهضروا يبقى لهم آه ندخلوا آه ندخلوا وشو يحد ينقل لك لارا الأقصى ما كانت شمار كانت مياه شو يحد ينقل لك عندهم الحقتهم رب دوتما هذي سبعمائة من يمتع السلا عطاهانهم الله وقل ده والله يجي يدر معهم الحرب إذن قد يديروا مثالته إذن هذي النس اللي يخرجوه راما كيكميوش راما كيسكروش راما كيزنيوش راما كيتفرجوش في البورنو كو كانوا هذي كيسكرو رغمشو مشي بارسكرو فيه وقال لي بار بتاع الدنيا فيهم الزامن ونطحبة اللي يخدمين مع المخابرات غيخرجو الخبر اللي كيكمي وكيضرب الزطورة وطيح في الحشيشة في الويلات عرا غادي يبشي يشري زطيلة وغايتزطن وغاي يقول لي عافسين نقول لكو حالحاجة راحنا غادي يمشي وغادي يدخلو عليهم وغادي نديرو ليهم اللي كيبشي عند القحاب حيث ما حاويش احوى ارا القحاب خدمة مع المخابرات ارا القحابك يخدمون مع المخابرات هتكون جدا حالك في رأسك إلا القحابة ما كتدخلاش في الإقواصيون ديالك وهذي الإقواصيون يا اللي غدا تكون لك صعيبة وتدمر ديني منك إذن هذي الناس هادو نتريني مزيين وقبل ما غايت تريني مزيان العقل الفعل هذي يدلهم بسيكو تيكنيك وغايدل ليهم انتيرفيو استجواب يشوفهم وصراجل وصبعان وواكل أجي انت ياطم الناس عندهم عقيدة هذي هذي ما كيسلوش في المساجد ديال المغرب وبرقاقاوشكاوو كيقولوا عاش الملك هذي ما كيقولوا عاش حتى شي واحد هذي ما غداخلنش في شي حزب سياجي وغداخلنش ما عندهمش رئيس هذي كعرفو حاشة واحدة قال أرض لنا ونحن صحاب هذي القضية عادي وهذا للي الإيمان دياله قوي كيكون مستعدة لقب الله وكي مش يموت هذي ماتوا شاي وذي ماتوا هذي ماتوا هذي نرى كان دعينا ليهم مش حال دي غير يمشيوا للجنة انتم المغرب ما غيرت مشوش للجنة بخطير دخلتوا وشاركتوا في القناة شاركتوا في القناة يا وشاركوا في القناة يلا أنا غادي نحبز بدنا ما نشرب شاركوا في القناة إذن تضربوا وقعنا داريات الفلسفية السياسية وقاعدكش تضرب هذورا ما كي تخيلوك وكانوا كيديرو بحال الجمهوريين اللي قالوا في حصي احنا غادي وعيوا الشعب شحال من عام ومن قرن خاص هذي الفلسطينيين اللي مسندود عليهم في غزة باش يوعيوا أصحابهم الفلسطينيين اللي براء المدن الخرع شحال خاصوا باش يوعيوا واحد الشعب اللي هو مصري تيقضوا الفل المدماش ومبقواش كي يأكلوا دجاج كيشروا غير رجلين تحت دجاجوا كي يدروا في الماء ويشربوه الصبا شحال قاعدوا باش يشرحوا ويوعيوا الشعب المغربي باللي راهوما أصحاب قادية وهو ما الأرض ديرهم وهو ما الأرض التي باركنا فيها وين عودتهم عودنا شحال من عام خاشهم شحال من عام خاشهم باش يمشيوا ومونتوسكي وفولتر وديدروج وزاكرون السوزين وفيفو كمينيف وزي بي مورغن لا لا احترج اليوم فلنفوه عند النمل والنمل هربو إي شي كمسا تخرف دين ربهم كيف يجعل الكيين دين امهم شي ما تشي هربو ولقف تهدوه إذا هذا اللقف تهدوه هذه هي الورقة الرابحة اللي هي الاستراتيجي لا تكنيقنا الفترة الزمنية الاستراتيجي دخلوها بتوقف طوليهم الطن دهو الميعات وماتو الآلف غا يطلع نطاليهو بالعجرفة دياله وبالغرب الوكسيدونستان اكسيدون اللي قال قارودي الله وليه برحمة الله هذا هو محمور بدروش يحروب مع الناس منتع الرجال لعدو إيمان وماذا كان رادرتها وخسرتها مع الفيتنام والفرنسيين كانوا خسروها مع الفيتنام ومع مرم قدوا ما زالي على الحرب ديال الفيتنام يعني هم خسروها على الأرض جوج من الأمم كبار خسروها ومن خسرتها أمريكا مع الفيتنام الفيتنام استعمروا الشوار وهذا الشيء سيستعملوا في الفترة الزمنية هنا العقل المدبير ضربهم من ناحية النفسية والعقائدية والإيديولوجية والتكنولوجية والسلاح والمدارس العسكرية كل شيء تضرب لهم في زرهم في الوقت اللي هو ما قيتحنوا فيهم في الوقت اللي العالم كيشوفها على طونستوندار وهذه اللي قلت لكم هذا البارثي يدخلات والدكتاتوريات ما دخلوها شايف الإيقواصيو الماتيماتيك ديالهم من الدخل هادي باللي العالم عنده هادي وهذه اللي قلت لكم من اللي غنطحنوا وغنحاربوا النظم وغنطحنوه وغنقررسوا المهداوي والعذراوي والرمداني وهذه كاملين يلبسوا الخرشة يقلوا فيها ويشربوا فيها ويخراو فيها ويخراو فيها وهذه الحاجة الجديدة غير عبوا فيها وغيدخلوها فاسميتوا هناك التفوق بتاع التكنولوجيا والاستعمال التكنولوجيا بمعلى سعملوا جميع النظريات اللي هي جديدة وهنا تفوقهم ما يمكنش يطلع شيء واحد ويكذب قالوا اقلبتا لا را شفنا هم مرة عندها ثمانية وثمانين عام ولا تسعين عام وكتضحكوا معهم وكتضحكوا معها وغدين بها بأمان الله وشفنا العسكر كتر عيدو وطرمتهم عرقانا كل شيء شفناه إذا رعبوا يربحوا الحرب معمر شيء ناس يوم في العالم ربحت شيء حرب بحال هادي وكل شيء يشوف فيها معمر في الوقت اللي كان حرب عالم خرج برمتي الناس خرجوه في واشنطن في نيويورك اللي هي في العالم كامل فتروا طوال هذا كان صاهيلا وفتروا طوال هذا كان هذون البرو إسرائيلية والبرو بالسطينية هكذا والبوليس الأمريكي في المسط ببعلا هذه الحرب هذي أول مرة في الطريق بتاع الإنسانيغ يشوف الحمار بالله حمار نبوه ملابشي السلوان في الجبل يشوفه أولاد الشلوح اللي يخرجوا يقولوا اه يا هذا الشيهادك اليهودي أري سولته الشلحيدي أنا بغيت نسمع أريد فتح نعيم اللي قالوا هما بلدنا وولدنا ودولنا ودولنا عودما يا الله بغيت هذا اللي يقرأ العلاقات الدولية يخرج ويحلل ويحلل كان هذرا ليا يجيب مع سبعين مليار متاع الكوتوب متاع الوتايق اللي الحمار هذا المموسخ هذا اليهودي متاع تزير اللي كان يسوق بشفوردير التاكسي اليمني أنا ما كان عقلت على رجلك مثلا عقل على الزوامل عبدالله طيف ولا شي حاجة هذك هذك ليه ليه كي طلعوا وكي هذر هذك قوشة الجامعة وكل شي هوية جامعة كل شي بحال الترمانة محمد السادس جامعة قاعد الخوابيت بما فاتدها بور فاتدها وكل شي ما غير نمشون من لحظة القادنين إما حتى عنده تذكرة مزيانة أه يجب أن نذكر المنارة المنارة اللي هي اللي كدير فاتش مع اليهود هذك هذك المنارة هذك 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 سلماني أم السلمي هذك هذك كان نردون من شالوم هذك نرى وده هذك سلمي هذك 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 لذلك نحن لاقوم بسي pun정 لكية نحن القوية ولكي يعملون الحياة اعتscる اللغاة ومحن يعدموا على الإسلاح ومرتب assistهم امدتهم منه ، لهذا مما يعد WA نحن القرآن تركبون . لا تركبونا ولا هي وخلقنا لكم وصخرنا لكم وخلقنا لكم الحمارة والبيغالة الحمارة والحاميرة والبيغال لتركبو المركبة وكيف تخرجوا بها وقدروا واحد المركنتب ويجيبوا البناء دي لهم والقاشوش باش يبيعواها وقال القوانين الكونية وقال القوانين تجارة وصنعة والبيع وشرى كونشي تضرب في حرب وحدها يضربوا كل شي سرسيب ينسى وقتاش غادي هز رهناي على السمبوليك لما تفهموا أشياء المشقين اليساريين واليمينيين والجبليين واللي في الأرض وهي عهد جديد جاء عهد جديد جاء بمعنى الغرب برمته انتهى أجله يكون يمين ولا يساريش يوعي ولا في الوقت اللي بدأت عهد جديد وبدأت سيسبيكوا من هنا وهدوا من هنا وطلعوا الشينوا مع البروكس والبروكلين بدأ عهد جديد خلقوه الشباب هذه ما هي إلا بداية اللي كتشوفوه هدوا بواد يرمتع شي حاجة اللي ستكون من بعد اللي ما تتكلمش عليها ونخليها حتى للزمان حتى جاي وراءة جاية كنشوفها وكنت سنحة تجي وتقلص ونقدمها لكم وأنتم غير تذكروا هذا الشيء اللي قلت لكم إذا اللي اللي وقعه وهو الشطر الثاني دينا واللي كيهم من الوطن دينا العزيز وهو هذا الشيء اللي وقعهما بحل اللي كي يقولوا في الإلكونومي اللي في بابيون في الضربدة اللي موتي في الضربدة في العاصمة متع الشنواء عنده تعتير على المال والتجارة والاقتصاد فين في العاصمة متع روسيا اللي هي بارز عندها تعتير وغا تكون فنف بيكا اللي هي العاصمة متع الشن عندها تعتير دوي وقوي في العاصمة البارز في مدينة الجن والملاعيكة هذا الشيء اللي وقع هنا عنده تعتير بعد واحد البومب غا تضرب عرج العاصمة والصدايا دينا غا تضربوا الحكوم دي للجزائر وغا تبومبت تسينيسا وغا تضرب العاصمة في الرباط وغا تضربت وارقة ومعطوا سلع الكاري بمعنى هذا العنظمة هادو اللي هما يسهيوني بجوج بجوج مغرب النظام سهيوني بمتياج وطبع النظام الجزائري يساعد الفلوس للرئيس الفلسطينيين ويجعل الفلوس لكي يخلص البوريس لكي يحبس هذا الشباب لكي يطيح النظام السهيوني ديما قلت لكم هذا سهيوني وهذا سهيوني ولكن نفس اليد راكم شتوا الشباب المغربي وتحييني ضالي لهم مرة أخرى ما غانسوا شي خرجوا حرقوا العالم لكي معنى النظام المغربي جاير صحيوني أنا اخترت ماونا قلت لهم شي وشتوا الدراري المعلمين المعلمات وهمتون البشر وماسطر في القانون لم يبقون البرلمان يخبرون يخبرون عدوا ومعا إخوة يقولون الملك هاي ونقرروا معا الملك ونصنف الله أو الأبن الله ونقعوا ونضربوا منهم ونضربوا لكي يكون يكون لكي يمرجل أنا أنا أخترت لماذا يضربون هذا؟ لماذا؟ هذه هي الضربة القاسية والقاضية على النظام سيطاع حيث الإنسان الذي لم يكن ذلك كما قلت لكم يفكر العواقب عن شيئا لا يريد أن يحل الباب جهنم عليه قالوا لماذا لا يريد أن يحرقه؟ ما يحرقه؟ هذا العالم لماذا استمر النظام الصيوني في إسرائيل؟ النظام الملاك العلوي الذي يعد عليه التمان في حين الجنرات في التزاير لم يكن هناك شخص يحرق العالم ستعرفون أنه إذا تخرج الشعب التزاير وحرقوا العالم متما التحرق المرادية وتحرق الجنرات واليكوش اللي قبطن بهم الخرم تحترميهم إذا تأثير هذا سيؤدي سيؤدي بسقوط أنظمة الفاشسية الدكتاتورية كانت أو لم تكن متطبعة نظام المغربي نقوم بسقوط ثلاثة الإشكاليات صعبة وعلى النظام الصيوني اليوم يواجه بأرنو تيوبي مسألة وجودها ومسألة 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 لا يقوم بسقوط لا تخلقوا بسقوط الوجود في كف ومستقبله في كف هذا الشباب يضربوا بطيارات يضربوا بصواريخ يمشون سبعين مريار من أمريكان عندهم الأبناء يرون حاصلين وخصومين يجيبوا معهم لكي يبينوا الشعب ديهم بل إحنا نوال بها ما نخللوا بتنشي واحد وخصومين يجيبوهم إذا الحرب والحرب والسيرم تكلمنا عليها مع السادة هذو همان هجانات الحرب والسيرم اللي يدير الحرب هو اللي يدير السلم وقبل ما يبدأوا الحرب عارفين الورقات اللي غيكونوا فدهم باش ينغوشيوا السلم مش هما غيج بمعنى الحرب من الأول تا الأخير هم اللي متحكمين فيها وهم اللي قاسين كيرمسوا في الزيت البلدية اللي أعطتهم طبيعة ديهم والآلية ديهم هم دول أزل وكيتسنوا تحت الأنفاق الصهين يجوا عندهم العالم كاملا سيطلعوا صح الشعب ديهم وكل شي ديهم سيقولوا ما يجبوننا هذوك ما تقدش على الحرب لأن الحرب سيتمشي إذا دخلت في الأمريكان ستتخلق معدلة واحدة أخرى اللي هي فكروا فيها الناس دي الغزة والرجالات اللي يفكروا وهي خاص الرقعة دي الحرب توسعة وتخرج من الغزة وتدخل فيها لبنان وعلش الله إيران كيف لم يكن الحال نحن في عصر الإنقلابات ماذا؟ ماذا؟ في إفريقيا في جنوب الصحراء الإنقلابات لديهم العساكر وماذا؟ موتسكيو وفولتر لديهم على الدولة الشرسة وعندها تاريخ في الاستعمار وهي فرنسا وخرجوهم وليوم التاريخ يعيدون نفسها 75 سنة بتاع الظلم والعالم كامل برمته كي يعاونهم هاوما هذا الشيء يقدمنا الإهانة التي عاشها الشعب المغربي والإهانة التي عاشها الأطور المغاربة والجنود المغاربة التي يحيدهم المغاربة والمستعمار الجديد المغاربة والمستعمار الجديد والمستعمار الجديد هذا الشيء يؤدي إلى انقلاب عسكري عجيلا هناك قاع المعطيات ثانيا محمد السادس ومن معه منعسوش البارح والبارح ومنعسوش ولادشوش حتى هميا حتى بقوا فيهم خوتهم الصهينا ومنعسوش ومنعسوش جمهوريين حتى هميا حتى في العاصمة في الرباط الناس حرقوا العالم الإسرائيلي وما خرجوش الجزائريين حرقوه حتى كون خرجو الجزائريين حتى وما حرقوه يقولك يا القناوات ويخرجوا أحد الجزائريين الذين يأخذوا الفلوس يوى بزاف الناس تعلموا محمد السادس إذا لم يكن يعيش تقلبوا وتقلبوا ومسافي لا يوجدوا إذا نقلاب على الأبواب والشعب والمعارضين والمناديل بالصح ما هذا؟ سيأخذوا درس من عند إخوانهم لهذا دائما ومنذ الأزل أخوانا مغاربة يقولك نحن لدينا نحن لدينا القضية الفلسطينية نحن لدينا القضية الصحراوية لماذا؟ لكي لا تعلموا عن نضال من عدو تقول لك المسخين ديالسوش ومتع الشلوح تقول لك نحن نحن سوسا ونحن الأمازيغ ونحن لدينا التعليق مع العرب والعروبة مع الإسلام لماذا؟ لأن في الإسلام كان قوية الشاكيمة الرجل كتاب على دياله كيبع على الأسرة دياله عليها طلعوا الشلوح وعلى رأسهم واحد المموسخ ومع محركة النسوياد الحزب دياله اللي هو وزير العدل وبن مع الملك دياله وخرجوا بلها الأقيم والفقهاء وخرجوا واحد المموسخ اللي هو منكوح عاصد وقال لك اللي هو المصلحة والأسرة والأسرة هم يدمروا الأسرة لكي لا تعطيش الرجال كل شيء هذا النسق هذا وهذه الحيحة هذه والإديولوجيا ما هي إلا إديولوجيا صهيونية والحمد لله ضربت معلم في غزة طيحت الإديولوجيات والنظريات وكل شيء وعرت على الصهائنة والصهائنة الصغر اللي هم أولاد الشوش والأولاد الشلوح وقال أحزاب السياسية المغربية والنقابات المغربية والحكومة والدولة المغربية إذا المخابرات راه سالت أشغيم كلهم يديروا إلا المخابرات المقبضة في ساعي إسرائيل المخابرات المغربية راه ممكن شيء على ذكر المخابرات المغربية غيجي واحد الموضوع وراني غير مخليه وكانت سنة بعض المعطية تخرجوه وهذا الموضوع سيكون فيه ثلاثة متعة الأشخاص سيكون فيه عبداللاطف وسيكون فيه فريد وسيكون فيه زكريا زكريا مع فريد مع عبداللاطف سيكون فيه وهذه يضروا فيه على بداية نهاية الأمن القومي وعلى شيء ما سائل هذا الموضوع راه جاي ما قد تلكمش الأسماء ما قد تلكمش الأسماء غير الأسماء فرست نايمز هال الأسماء هال الأسماء عبدالقادرق الدور هذا ما قد تلكمشي وشكونا مالا الكنواء بالدات غد يبقى إذن انقلابات العصر هما هذا وبالنسبة للجزائر الشباب والأحرار ستتعلمون من هنا وهنا كانت النهضة والاستيقاد والعنبيعات واحد الحاركة كانت وراءة غير خامدة ونعسى هاي غادت فيق اللي هي الحارك الجزائري وغادي يطيح النظام العسكري ومعاه غادي يطيح النظام المدني المشتبيد الجائر غير ما العرفش كون فلوما لا يطيح اللول واش هادا ولا هادا ولكن غادي يطيحو بجوج هدا هي الوقت ديرهم إذن طفل آتين لا محلة لا للنظام العلوي وغزة والطفل من غزة إلى العاصمة الرباط مرورا ب الجزائر العاصمة وهذا الطفل هدا اللي يجي من غزة أنا ما كيتسناش للفيزا ولا تقشيرها ولا الأوامير باش ينزل في أرجي العاصمة ولا باش ينزل في الرباط العاصمة سيستقبلوا الشباب والشبابات ودائما كين شباب وكين شباب اللي شربوا برحيات الوطنية واللي فيهم الحب متاع الوطن ديالهم والأمة ديالهم ديالهم إذا تعلموا من من الشباب ديال فرستيل وما تنسوا شي هدو كي يقول لكم الإسلام لا وكي هدا أيلول وعاصد و الفياد وكي يقول لكم وكلاب هدو قال كي يقول لكم إحنا ما لديناش علاقة مع العربة وما لديناش مع الإسلام وإحنا الهوية غير كي يبعدوكم من هاد القضايا بحال هدو باش متعلموش ومتاخدوش منهم الدروس هدو كل هم ملكيين وسهينة هدو هدو عاصد هدو ملكي وسهينة هدو عاصد هدو معدو حتى على خامعة مدونات المرأة هدو عاصد هدو عاصد لأنك أحو من كلها هدو قبط واحد السوسية وكي يحوي فيها سينيين عددة ودار مع هالعقد وكسبو بالدي على حسب الديانة الأمازيغية و الإيلاد ديالة كوشنير بغناء كوشنير هدو كوشي كوشي ولكوهنوداكشي واتسال منها وقال لابس لها معيلك وبقام عمراتي اللي ولد معها الولاد اشترخيانات ميتو وتبعوهم اذا تعلموا بغيتوا تعلموا لو ما تعلموا شيء مسألة مفروضة الصرح طح بحل اللضع تابوت ديالهم ومعمروا بالقاوة فيلم ديالهم سلاو اذا اخواتي اخواتي بس ما طورها ساعة من الزمن هدي وعندما اهلي بديالي تصيروا وتصنطوا الموضوع وفرقوه وتصنطوا ليمزيلا ونقشوه وشاركوا في القناة الي فيريتاس احنا هناك نقول لكم الحقيقة المرة ونحن آتون وسنعمروا البلاد ونحكموا الارض هذه الحكم كيف تشوفهم اضعف في عهد هذه الحرب هذه ضعفة المطبع والغير المطبع هنا ضعف دولة الملكية العلولية التي تكون ماشي دولة ونمرة تبون الخليطة التي ماشي دولة احتل السيسي وهو قاع سفي وليهودية ملك العبدية خرف سروله سالة العجل ديالهم وسالة العبادية هذه ديموقراطية ودولة عظمى وعندها النوكليار هذا الشيء كاي سالة عهد جديد غيبدا وغيبدا معه واحد العالم اللي هو عالم اسلامي وهذا الشيء اللي ما بغو شاي دي يساري المغاربة وكيبقى نهضر لكم على مونتيسكيو وعلى التورا الروسية وهذا موضوع قد نهضروا عليه في المستقبل حيث كانت سنة شي مواطيات قد يتطيحوا نعم احنا رمو حللين ومنديرين وكان سبقوا الصورة متع الصوريخ وحتى متع هذيك اللي عرفتوها اذا تحياني ضاليا وإذا اللقاء مرة أخرى ان شاء الله تشاو